السوشيال ميديا يا جماعة الناس اللي عندها تشاؤم وإحباط واكتئاب أكيد هم مدمنين سوشيال ميديا والله يا جماعة اللي بيعودوا وبيعودوا ويفتحوا الطيفون أكتر من ربع ساعة بالنص ساعة وفي الساعة في ناس تمسك بالساعتين على طول إعرف من غير ما تروح لدكتور أن أنت مريض نفسيا ومصاب بالاكتئاب وابعيد عن ربنا لأن السوشيال ميديا النهاردة هي سلاح قاتل ومدمر لمادة السيروتونين اللي في مخك أنا عايز أقول لكم يعني أنه إحنا أكيد كلنا كده أكيد كلنا مرضة لأننا بنستخدم السوشيال ميديا كتير ومش قادرين نبعد عنها في ناس كتير حوالي جالها اكتئاب على فكرة ده اللي أنا عايز أقوله لكم في ناس جالها اكتئاب على فكرة من كتر ما بيعودوا على منصات التواصل الاجتماعي ولما بعدوا بقوا ناس طبعيين الناس دي بيبعندها توطر وعصبية وحالة شروط ذهني وتوحد ومش عايز ومش عايز تعد مع حد وتميل إلى العزلة وتعد مع نفسك ودور مع نفسك وقول أنا إيه اللي أنا بعمله ده أنا مالي يعني فيه إيه؟ أكيد كل واحد لازم عنده الأعراض دي أعرف أنه من كتر ما أنت بتقعد على السوشيال ميديا كل واحد طبيب نفسه على فكرة يا جماعة صح؟ افصل وابعد عن السوشيال ميديا تبقى إنسان طبيعي تبقى من الأصحاء ابعدوا عن المنصات دي ولما بقى بفضل أنك أنت تفصل وتمنع نفسك كم يوم هتبقى إنسان طبيعي وتقدر بقى يعني أنك أنت تعيش حياتك بشكل طبيعي لكن اللي بيقعد بالساعات ده إنسان مش طبيعي إحنا مش طبيعيين وأنا معاكم لازم نبعد عن ده ده بيسبب اكتئاب وتشاؤم وفصلان عن الحياة وولادنا هيطلعوا كده عشان ما نعودش نقول بقى أصل الدنيا لا ده إحنا اللي عاملين كده في نفسنا على فكرة لازم تعرفوا كده أنا مش جاية زود إحباطكم أنا جاية بالعكس النهاردة أنا جاية أعمل دعوة عشان كلنا نتخلص نتخلص من هذا الإحساس الملعون أنا مش هسميه مرض لإنه إحساس ممكن نتخلص منه اللي طبعا زوده الكورونا وتوتر كورونا وأسر الكورونا وحبسته الكورونا والتفكير بقى في جدري الأرود اللي جاي وأنفل ونزة الطماطم وغيره 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 طب نعمل إيه بقى نروح نموت نفسنا يا جماعة ولا نعمل إيه؟ طب ما أنا يا جماعة أتمسك بقوتي عشان مهما حصل الزمن ما يعرفش أنه يضعفني خليكم أقوية وشوفوا الدنيا بعيون حلوة وبصوا على نص الكباية المليان مش الفاضي أنا عارفة أن فيه ناس توغلت في هذا الشعور المدمر أنا برجوكم أنه كلكم بتحاولوا الخروج من هذا الشعور لأننا في خير وإحنا في نعمة وفي الأخل لازم نعرف أن ربنا قال لنا كده أنه هو خلق الإنسان في كبد خلقنا كده في كبد ما فيش حد ما عندوش مشكلة ما حدش ما عندوش كبد لكن كل واحد ربنا خلقه بما يعانيه مختلف عن اللي بيعانيه الآخر وتأكدوا برضو أن ربنا لا يبتلينا إلا للخير ولا يصيبنا بالكبد إلا على قدر التحمل ما فيش حد ربنا بيصيبه بشيء إلا عارف أنه هو يعني بيديله على قد تحمله فأنت حتبقى عارف أنك أنت تشيل